ازايكم يا تانية سنوية عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير النهاردة في مادة الاحياء هنشرح اول درس في الفصل التاني واللي هيكون عن النقل في النبات احنا عندنا نوعين من النقل اول نوع هو النقل في النباتات البداية والنوع التاني هو النقل في النباتات الراقية في النباتات البداية زي مثلا التحالد مش بتحتاج الى اي انسجة نقل متخصصة لان المواد الاولية زي سانوكسيد الكربون والاملاح والمية والاملاح المعدنية بتنتقل مع نواتج عملية البناء الضوي من خلية للتانية بخصية اسمها الانتشار او بخصية النقل النشط ومن مثلة النباتات البداية قلنا هي التحالد زي مثلا تحلب الاسبيروجايرة فلما يجيب لك سؤال مثلا ويقول لك ما مدى ساحة العبارة الاتية يحتوي تحلب الاسبيروجايرة على حيزة موعية متطورة مع التفسير هنقول طبعا للعبارة دي غلط لان تحلب الاسبيروجايرة من النباتات البداية التي لا تحتوي على انسجة نقل متخصصة والمواد الاولية ونواتج عملية البناء الضوي بتنتقن من خلال خاصية الانتشار او النقل النشط نيجي بعد كده للنقل في النباتات الراكية في النباتات الراكية الغازات زي سونيكسيديك كربون والاكسوجين بتنتقل بخصية الانتشار والمية والاملاح المعدنية والنواتج الزائبة للبناء الضوي بتنتقل بوسطة انسجة وعائية متخصصة والانسجة الوعائية المتخصصة هي انسجة الخشب ودي بتتكون من اوعيع وكصيبات وهي انسجة اللحاء اللي بتتكون من الانبيب الغربرية المية والاملاح المعدنية بيتم نقلها من التربة بوسطة الجدر من خلال انسجة مختلفة لحد ما توصل الى وعية الخشب في الجدر بعد كده الى الخشب اللي موجود في الساق وبعد كده الى الاوراق بحيث تحصل عملية البناء الضوي وبعد ما تنتقل عملية البناء الضوي بيتم نقل المواد الغزائية العضوية عالية الطاقة زي المواد الكربوهيدراطية والمواد الدهنية والبروتينات من مراكز سمعها اللي هي الاوراق الى اماكن تخزنها واستهلاكها في الانسجة المختلفة علشان تتغذى عليها زي الجدر والساق والسمار والبزور والطريق اللي بيمر في الغزادة هي الى نبيب الغربلية في لحاء الورا والساق والجدر فلما يجيب لك مسلا سؤال يقول لك ما مادة صحة العبارتين التاليتين المواد الكربوهيدراطية هي المواد الأساسية التي يكونها النبات في عملية البناء الضوي والجملة التانية بتقول يستطيع النبات من خلالها تكوين المواد الدهنية والبروتينية هنقول العمرتين صح لان النبات في عملية البناء الضوي بيصنع الجلوكوز اللي هو يعتبر المواد الكربوهيدراطية وبعد كده بيستغل عملاح النطرات والفوسفات والكابريتات في تحويل المواد الكربوهيدراطية الى الدهون والبروتينات وبرضو كمان لما يجيب لك سؤال ويقول لك اي مال يمثل خطوط الانتاج وخطوط التوزيع في النبات خطوط الانتاج اللي هي الاماكن اللي بيحصل فيها عملية البناء الضوي ودي الأوراق وخطوط التوزيع اللي هي انسجة اللحاء اللي بتنيل بعد كده نواتج عملية البناء الضوي لجميع عجزاء النبات فنيجي بعد كده نشوف تركيب الصل وعلشان نفهم تركيب الصل كويس تعال نشوف كده نظرة سريعة على أنسجة النبات الانسجة النباتية بتنقسم الى أنسجة بسيطة وأنسجة مركبة الانسجة البسيطة زي النسيج البرانشيمي والنسيج الكولانشيمي والنسيج السكرانشيمي إنما الأنسيجة المركبة زي الأنسيجة الوعائية أو الأنسيجة التوصلية اللي بتنقسم إلى النسيج الخشب ونسيج اللحاء يبقى من الأنسيجة البسيطة عندنا النسيج البرانشيمي وده عبارة عن نسيج حي خلايا بتتميز بالقاتي أول حاجة بتكون بيضوية أو مستديرة الشكل وجدارها بتكون رقيقة ومرنة وبيكون موجود ما بينها مسافات بينية أو فراغات للتهوية علشان تساعد في عملية التنفس وخلايا نسيج البرانشيمي بتحتوي على بلاستداد خضرة أو ملونة أو عديمة اللون ده غير إنها بتحتوي على فجوة عصرية واحدة كبيرة أو ممكن تكون أكتر من واحدة والفجوات دي بتكون مليانة بالمية والأملاح المعدنية والنسيج البرانشيمي بيتواجد في النباتات زي مثلاً اللي موجود في الدرنة البطاطس ووظيفة النسيج البرانشيمي هو الكيام بعملية البناء الضوي واختزان المواد الغذائية زي النشا وبيكون مسؤول عن عملية التهوية نيجي بعد كده للنسيج البسيط الثاني وهو النسيج الكلانشيمي واللي معروف باسم النسيج اللين وده عبارة عن نسيج حي بتتميز خلايا بإنها بتكون مستطيلة الشكل وجدارها بتكون مغلزة تغنيزاً غير منتظم بمادة السيلولوز وبيتواجد في النباتات زي مثلاً ساق البعدونس ووظفته هو تدعيم النبات بإكسابه الليونة المناسبة نيجي بعد كده للنسيج البسيط الثالث اللي هو النسيج الكلانشيمي والمعروف بيسمي النسيج الصمت وده بيكون نسيج غير حي خلايا بتكون جدارها مغلزة بمادة الليجنين من الداخل بإضافة إلى مادة السيلولوز من الخارج وبيكون متواجد في نباتات زي مثلاً صمرة القومترة ووظفته بتكون تقوية وتدعيم النبات وإكسابه الصلابة والمرونة وبالتالي بنستنتج أن النسيج البرانشيمي والنسيج الكلانشيمي هي عبارة عن أنسجة حية بتحتوي خلاياها على أنوية وعضيات خلوية وبيكون لها القدرة على القيام بالعمليات الحيوية المختلفة إنما النسيج الاسكرانشيمي ده عبارة عن نسيج غير حي بتفتقد خلاياها إلى ويبود النواع والعضيات الخلوية يعني لا يحتوي على البروتوبلاس وبالتالي لا يستطيع القيام بالعمليات الحيوية المختلفة وبيكون فيه أنواع من الأنسيجة اسمعها إلى أنسيجة الكلورانشيمية وده عبارة عن أنسيجة برانشيمية بتحتوي على الكلورفيل الأغضر وبتكون موجودة في السيكان الوجبية الخضرة ووظفتها الكيام بعملية البناء الضوي بسبب احتواها على الكورورفيل الأغضر اللي بيمتص الدوق نيجي بعد كده للنسيجة المركبة ومن أمثلة اللنسيجة المركبة في النباتات عندنا للنسيجة الوعائية أو التوصلية واللي بتنقسم إلى النوعين ووظفتهم النقل في النبات عندنا نسيج الخشب ونسيج اللحاء نسيج الخشب بيتكون من أوعية وقصيبات وخلايا برانشيمية الأوعية هي عبارة عن هانبيب بيتكون كل منها من صف راسي من الخلايا خلايا الأوعية بيتلاشى منها البروتبلازم وبعد كده بيتلاشى منها الجدر العرضية وبيترسب على جدرها من الداخل مادة اللي جنين علشان تتحول الخلايا دي إلى وعية واسعة وطويلة بتنقل من خلالها المية والأملاح وبيتروح طولها من السنتيمترات في النباتات اليسيارة إلى عدة أمطار زي الأشجار الطويلة تاني حاجة بيتكون منها الخشب هي القصيبات والقصيبات بتتكون كل منها من خلية واحدة وبيختفي منها البروتبلازم والقصيبات بتتغلص جدرها بمادة اللي جنين وظيفة الخشب بشكل عام هو نقل النوية والأملاح من الجدر إلى الصاق وبعد كده إلى الأوراق ده غير أنه بيشارك في تدعيم النبات نجي بعد كده للحاء واللي بيتكون من أنابيب غربلية وخلايا مرافقة الأنابيب الغربلية بتنشأ من خلايا مترصة رأسيا فوق بعضها بيتلاشى منها الأنوية وبتكون جدرها الفصلة مصقبة وبيطلق عليها اسم الصفائح الغربلية والصفائح الغربلية دي بتكون مصقبة علشان يمر من خلالها السيتوبلازم في شكل خيوط سيتوبلازمية تالي حاجة بيتكون منها اللحاء هي الخلايا المرافقة ودي خلايا حية بتكون موجودة بجوار الأنابيب الغربلية علشان تزودها بالطاقة اللازمة للقيام بوصفتها ووظيفة اللحاء هو نقل المواد الغذائية النتجة من عملية البناء الضوئي من الأوراق إلى الأجزاء الأخرى في النباتات وبيكون في مجموعة من النباتات لا تحتوي على أنسجة وعائية ومجموعة النباتات دي بتسمى باسم النباتات اللاوعائية وبتعتمد هذه النباتات على الرطوبة بدرجة كبيرة للنموغ التقص وتتمثل في شعبة اسمها الحززيات زي الريشيا والفيوناريا ودي نباتات بتنمو على الأراضي الرطبة نرجى بعد كده لتركيب الصاق لما نيجي نفحص قطاع عرضي في صاق نبات حديث زوف القتين تحت المجهر يعني نمسك صاق كده ونطاعه بنعرض ونحطه تحت الميكروسكوب هللاحظ أنه بتكاوم من ثلاث طبقات أول طبقة وهي البشرة ودي بتتكاوم من خلايا برانشيمية تاني طبقة وهي الكشرة ودي بتتكاوم من خلايا كولينشيمية تحتها خلايا برانشيمية تحتها غلاف نشوي تاني طبقة هي الاستوانة الوعائية ودي بتتكاوم من البرسايكل والحزم الوعائية والنقاع وبعد كده الاشع النقاعية تعالوا نشوفهم كده بالترتيب واحدة واحدة أول حاجة وهي البش والبشرة عبارة عن صف واحد من خلايا برانشيمية الشكل متلسقة وبتكون مغلفة من الخارج بطبقة من الكيوتين ودي مادة شمعية غير منفزة للميا تاني حاجة وهي الكشرة واللي بتحتوي على خلايا كولينشيمية وخلايا برانشيمية وغلاف نشوي الخلايا الكولينشيمية بتكون عبارة عن عدة صفوف من خلايا مغلزة الاركان بالسلولوز وممكن تحتوي علىها بالاستداد خضرة علشان كده معظمها بيقوم بعمليات البناء الضوء فتبقى وظيفة الخلايا الكولينشيمية الموجودة في طبقة الكشرة هي انها بتساعد في دعم النبات بسبب وجود السلولوز والخلايا اللي بتحتوي على البلاستداد خضرة بتشارك في عملية البناء الضوء تاني حاجة الخلايا البرانشيمية ودي بتكون عبارة عن عدة صفوف من خلايا بيتخللها كثير من المسافات البينية وطالما في مسافات بينية يبقى بتساعد في عملية التنفس من خلال التهوية آخر طبقة من الكشرة هو الغلاف النشوي وده بيكون وظيفته تخزين وحفظ حبيبات النشا نيجي بعد كده الأهم حاجة وهي الاستوانة الوعية ودي بتشغل حيز كبير من ساق النبات وبتتكون من البريسايكل والحزم الوعية والنقاع والعشعة النقاعية أول حاجة في الاستوانة الوعية هي البريسايكل ومن اسم البريسايكل كلمة بري يعني بجوار وسايكل يعني دايرة فبريسايكل دا على بعضه كده هو اللي موجود بجوار الديرة أو الحزمة الوعائية والبريسايكل مجموعة من خلايا برانشمية بتتبادل مع مجموعات من خلايا ليفية كل مجموعة ألياف بتقابل حزمة وعائية من الخارج ووظيفة البرسايكل هو الدعم وتقوية الساق وبيخليها مرنة دا غير انه بيحمي الحزم الوعائية من الخارج نيجي بعد كده للحزمة الوعائية والحزمة الوعائية بتترتب في محيط الدائرة وكل حزمة بتكون على شكل مسلس قاعدة المسلس بتكون جهة الخارج وبتتكون بالتفتيج كده من اللحاء وبعد كده الكامبيوم وبعد كده الخشب اللحاء بيمثل الجزء الخارجي من الحزمة الوعائية ووظيفته هو نقل المركبات الغذائية العضوية من الاوراق الى جميع اجزاء النبات وبتكون من ثلاث حاجات اول حاجة هي الانبيب الغربالية تاني حاجة هي الخلايا المرافقة تالت حاجة هي الخلايا البرانشيمية تعال نشوف كده الانبيب الغربالية الانبيب الغربالية هي عبارة عن خلايا مستطيلة بتحتوي على خيوط سيتوبلازمية وما بيكونش فيها انوية وبيفصل ما بين الانبيب الغربالية دي جدر كده بتكون عرضية والجدر دي بتكون على شكل المصفة او الصفائح وبطلق علي اسم الصفائح او الحواجز الغربالية والسقوب الموجودة في الصفائح الغربالية دي بيمر من خلالها الخيوط السيتوبلازمية اللي بتكون موجودة في الانبيب الغربالية نفسها وبيكون جنب الانبيب الغربالية خلايا اسمها انخلايا المرافقة وانخلايا المرافقة دي عبارة عن خلايا حية بتحتوي على نواها ومن اسم انخلايا المرافقة بترافق كل خلية انبوبة غربالية وانخلايا المرافقة بتحتوي على قدر كبير من الريبوسومات والمتوكندريا علشان تقدر ان هي تنظم العملات الحيوية وتوفر الطاقة للانبيب الغربالية نيجي بعد كده للكامبيوم والكامبيوم هو عبارة عن صف واحد او اكتر من خلايا مرستيمية او انشائية ودي بتكون خلايا سريعة الانقصوم يعني خلايا جاهزة ان هي تنقسم على طول وما كان الكامبيوم بيكون موجود ما بين اللحاء والخشب ووظيفته هو انه ما يحصل تلف في اللحاء بينقسم علشان يدي لحاء سنويا جاءت الخارج ولو حصل تلف في الخشب بينقسم بسرعة ويدينا خشب سنوي جاءت الداخل يعني يعتبر الكامبيوم هو اللي احتياطي بتاع اللحاء والخشب نيجي بعد كده لاخر طبقة من حزمة الوعية وهو الخشب وده بيكون الجزء الداخلي من الحزمة الوعية ووظيفته هو نقل المية والاملاح من الجدر الى الصاق وبعد كده الى الوراء بحيث يتم عملية البناء الضوي بالاضافة لانه بيشارك في تدعيم الصاق والخشب بيتكون من الاوعية والكصيبات وبرانشيمة الخشب نمسك كده واحدة واحدة الاوعية الاوعية دي بتتكون من تلسلة من خلايا استوانية طوية بتتصل نهاية كل منها بالاخرى وبتتكون الاوعية على مراحل اول مرحلة في بداية تكوين الوعاء الخشبي بتتكسر الجدر الوفقية للخلايا الاستوانية فبتصبح الخلايا متصلة الفتحات المرحلة التانية بيتغلز الجدار السلولوزي دي الخلايا بمادة اللجنين ودي مادة غير منفزة للمية والزايبات وبالتالي في المرحلة التالتة ترى ما ما فيش مية بتدخل ولا تخرج بتموت المحتويات البروتوبلازمية للخلايا وبتكون انابيب مجوافع يعني فضيع من الداخل وبيكون فيه نقر كتير على الجدار تركض بدون تغلز ما تغلزتش بمادة السلولوز ولا اللجنين على الجدار الاولي بحيث ان هي تسمح بمرور الماء من داخل الوعاء الى خارجه وبيكون موجود في بطانة الوعاء شرائط من اللجنين لها عدة اشكال فيه منها الحلزوني والدائري ودي وظيفتها تقوية الوعاء وعدم تقوز جداره للداخل نيجي بعد كده للقصيبات والقصيبات بتكون شبه الوعية ولكنها بتظهر في القطاع العرضي على شكل خماسي او سداسي وكمان بيكون لها نهاية مسحوبة الطرف ومسقبة بالنقر بدلا من ان تكون مفتوحة الطرفين نيجي بعد كده لاخر حاجة وهي برانشيمة الخشق ودي بتكون صفوف عادية خالص من خلايا برانشيمية بتكون موجودة ما بين اوعية الخشق وبنلاحظ ان خشب الحزم الوعية بيتصل في الصاق بخشب الجدر والاوراق كما يتصل نحاقها بلحاء الجدر والاوراق فبتتكون شبكة متصلة من اوعية النقل في جميع عجزاء النبات بعد كده بيكون فيه النخاع والنخاع ضع برانشيمية بتكون موجودة في مركز الصاق ووظيفة النخاع هو التخزين نيجي بعد كده للأشعة النخاعية والأشعة النخاعية هي عبارة عن خلايا برانشيمية بتمتد بين الحزم الوعية ووظيفتها بتوصل ما بين الكشرة والنخاع ترجمة نانسي قنقر